اللي محبي فصل الصيف واللي بيحبه الجو الحر أعيز أقول لكم أن ده من أشهر الفصول اللي بتنتشر في الفيروسات المعاوية وأمراض الجهاز الهضمي زي مثلا التهابات المعدة والأمعاء ومتلازمة القولون العصبي وغيرها من الأمراض اللي ممكن ينتج عنها مضاعفات لو أهملنا يعني متلازمة القولون العصبي والقلق اللي بيحصل ده نتيجة الصيف بيقوله طيب على كل نحن النهاردة هنتعرف على إيه اللي مفروض نمشي عليه لتجنب أي مشكلات صحية خاصة بالمعدة في فصل الصيف كل هذه التفاصيل هنعرفها من ضفنا دكتور محمد عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد اللي نورنا صباح الخير عليك دكتور صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير أستاذ 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 أهلا بك في البداية إيه هو الفيروس المعوي اللي ممكن ينتشر في هذا التوقيت نشوف يعني الفيروس المعوي يعني تعرف فيروسات عموما يعني هي مجموعة يعني كائنات دقيقة جدا جدا أصغر من المكروبات وهي مشكلة إنها عشان تستوطن الجسم دازم تدخل خلية وبتتحكم في الخلية دي الفيروسات المعوي يعني بيسموها هي أساسا بتيجي عن طريق الجهاز الهضمي ولكن من الممكن إنها بتسبب أعراض خارج الجهاز الهضم يعني هي بالإنجليش اسمها انتيروفيروس الانتيروفيروس فيه مجموعات كبيرة جدا وسلالات كثيرة جدا جدا وبتنتمي المجموعة اسمها الحمض الريبي فيه RNA وفيه DNA الRNA لسادة المشاهدين زي الكورونا والحاجات دي والأنفلونزا يعني مجموعات من الفيروسات وفيروس A وCD مجموعات الRNA مشكلة الRNA دي من ضمنها الفيروسات المعوية إنها متحورة شوية وصعب إن انت يعني تلاقي علاج تخصصي لكن الحمد لله الفيروسات كبيرة لقينا علاج تخصصي فالفيروسات المعوية أساسا بتصيب الجهاز الهضمي وتدي أعراض ولكن تتدرج الخطورة من أعراض بسيطة يعني ممكن سخنية سخنية تدرج بسيطة ولكن سخنية اللي متيجي للأطفال أقل من 3 شهور فوق 38 أخلي بالي من 3 شهور 6 شهور فوق 39 أخلي بالي لأكثر من كده فوق 40 أخلي بالي قوي لو حصل فيه صعوبة بتوافية معها سعال بكوحة يعني سيلان الأنف تعب في العضلات الحاجات دي كلها لو حصل فيه صعوبة في التنفس ولو حصل من ضمنه مضاعفات ليها ودي خلى العالم كله ينتنبه ليها نوع من الشلل بييجي في النخاع نفسه بيسموه أكيوت فلاسد مايلايتس بيصيب النخاع نفسه بيدي الشلل في العضلات معظم الحالات بتتحسن بتبقى الشلل الدائم ودي غير شلل أطفال يعني شلل أطفال برد من مجموعات الفيروسات دي أبدا بس ما نرحل في النقطة دي دكتور يعني إيه علاقة ده أصلا بالصيف يعني إيه علاقة الدلب يعني لما بيحصل بالدرجة الحرارة لما بتعلى شوف فما لقوا علاقة بين انتشار بعض الفيروسات وفصول السنة فالفيروسات المعاوية اللقوها أكثر في الصيف والخريف مش الربيع لا الصيف وليه والخريف وكان يعني الانتباه أكثر كان في أمريكا يمكن حصل زي وباء لهذه الفيروسات خاصة في 2014 و2018 يعني خلينا نقول إحنا العالم كله بقى متخوف دلوقتي يعني بعد الكوفيد 19 وحكاية دي الوباء العالمي وكلام ده كله أصبح العالم دلوقتي بيخلي باله قوي من مسألة الفيروسات يعني دلوقتي أصبح العلاقة بين أجهزة الجسم والإصابة بفيروسات حتى لو بيجي في جزء أو عضو معين من الممكن يأثر على الحالة العامة لليه للجسم فهنا لاتجاه المنظمة الصحية العالمية والاتجاه العالمي كله إزاي نقدر نواجه أي خطر محتمل في أي جزء من العالم حضرك عارف اللوقتي العالم كله زي كرية صغيرة ممكن دولة تصيب دولة أخرى مفتوح على بقى بالضبط كده بس إحنا في مصر عندنا بنواجه ده يعني بيجي لنا حالات كتير شوفيها مش مزبايدة يعني عايز أقول بس كمالحوظة إن إحنا يعني الفيروسات المعوية دي أكتر من مليار نسمة سنوين عام سوى العالم بيصابوا بيها فالفكرة إن هو معظمة بيجي بسيط جدا جدا الغالبية العظمة بفيش أي مضعفات لكن إحنا قلنا نخلي بالنا من أهلينا والكلام ده لو اللحظوا خاصة من السن الأقل من 16 سنة لو أعراض الجهاز التنفسي العلوي وأصاحبه أعراض الجهاز الهضمي إذا كان بقى قيئ إسهال ولو حصل لأقدر صعوبة في التنفس أو مسألة ضعف في العضلات لأ هنا أخلي بالي ولازم أوصل أو أتجه ليه لاتجاه الطب الصحيح للمختصين على فكرة كان في أطفال الفترة اللي فاتت عندهم الأعراض ده هل بيبقى بسعب أكل مش كويس ممتاز ممتاز هو طبعا سبب العدوى حاجاتك تقرأ يعني سبب الرزاص يعني من واحد مصاب أو طفل مصاب للأخرين أو أننا يعني الطفل ده كل معلقة أو كل بطبق أو كوباية شرب كوباية وحد شرب مكانه دي كده أو اللعاب أو أي حاجة إفرازات الطفل ده جد على سطح معين وحد تاني لمس كده عشان كده بنقول أن احنا نتجنب دايما ونعلم ولادنا إزاي الصحة العامة وفي نقطة جدا همة جدا جدا لو تسمحوا لي وتعلمناها من أيام كوفيد صراحة هي مسألة غسل الأيدي يعني فعلا عشان يعني أدي الوقاية المهمة أو عن طريق الرزاص عرفنا يعني عندنا خبرة دلوقتي لو طفل عيان أو واحد عيان حتى اللي ممكن نصيب الشباب ممكن حد كبير وعنده نقص في المناعة واحد بيقضي لك كنصر واحد عنده نقص مناعة لأي سبب فنقول له خلي بالك له سبب لو في حد عيان ابعد عنه حتى لو قحة يعني أنت عارفة يعني حتى من أعيم كورونا ما قدرش أقول إن دي كورونا أو نازل برد أو أنفلوانزة أو يعني أنواع كثير قوي يعني كورونا عودتنا برضو إن الأسطحنا نخبلنا منها من المسهج بالضبط بس إحنا بعد كثرة الأطفال حتى ممكن شازلي يوافقني بيقولولنا خلوهم ياخدوا مناعة تتينا لو قاعت على الأرض حطينا ببقوا عادي نعمل إيه إحنا دلوقتي أنا مش موافقة أنا مش موافقة على فكرة أنا مش موافقة خالص بس يقولك هو كده بياخد المناعة تشوفي يعني يعني عايز أقولك صراحة إحنا عندنا دلوقتي غير زمان يعني اختلاف نمط الحياة يعني أنا وفق أستاذ محمد بس كم ده من أيام من عشرين سنة فاتت لك دلوقتي اختلاف نمط الحياة أصبح دلوقتي أنت عندك نمط السلوكي سواء في مسألة يعني عشان أقول جازم أنا عايش شغل كويس لازم إن أنام بدري أعود ولادي إن أنام بدري ودي يعني غالبا صعب قوي شوية إن أنا أقوله التغذية السليمة صلاطات الفاكرة الحاجات دي أبدا عند جانك فودز والحاجات دي كلها ممارسة الرياضة والله إحنا اللي بقيدينا موضوع الأكل ده يعني أنا مثلا لو كل يوم بحط على صفرة طبق صلاطة في أي أكل بالزبط أكيد مع الوقت هيتعود إن هو يأكل الصلاطة دي مهم أول يعني حضرك يعني يعني أحنا أمومة صلوك الإنساني كله بيتكون فيهن خلال السن الصغيرة لكن مش حاجة بعد سنة ستة أو عداية دي أقوله تعود ده فعلا الناشئ الصغير ده هي أصول التربية الصحيحة يعني حتى الناس اللي هما بيسهموا اللي هما الناس قبراء التربية اللي هما ماخدين فوق المجسير والدكتوراه فعلا بيعلموا اللي هما الناشئ الصغير يعني هو ده للأساس التربية والتعليم الصحيح إن أنا أهتم بالناشئ الصغير إن هو ده الأساس طيب هل الموضوع ليه علاقة بضعف مثلا في جهاز المناع خلال الفترة دي؟ ده أساسي طب ده كده جهاز المناع بيضعف قلنا بيضعف في الشتاء صح؟ بيضعف في الصيف كمان؟ طبعا 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 يعني شوف حضرناك أساسي يعني أنا عايز أقول العلامة الفريقة الحص في العالم كله يعني قبل كده حتى بالنسبة لمسألة تخصص الحميات أصبح تخصص الحميات إحنا كان أهملناها فترة وحتى يعني في بعض الدول لغت المستجر رحمه الله من ضمن العناب رعدين بعد وباء الكورونا والكوفيد أصبح تخص الحميات بريعنا تاني وأصبح فعلا اهتمام به أكثر بشيء من التفصيل ولكن نعملو دايما الوقاية خير من العلاج ما وصلش بمرحلة أن الفيروس يتمكن مني ويجي الأعراض والكلام دا لأ يعني الحاجات اللي إحنا قلنا زي حضرك تفضلتي مثلا فيه رزاز أو فيه واحد عيام بيعطس كده أبعد عنه مسافة معينة ليه لا لا ماستخدمش ماسك ليه لا أن هذا الطفل أو الشخص الكبير حتى اللي عنده ما يخرجش من البيت ساعتها لا أنا أنا عن نفسي لسه بستخدم ماسك لما بتعب حوالين لو حد كبير في السن أو طفله صغير بالزبط يعني حرام علي أن أنا أبقى بعدي شخص يعني سواء كبير في السن فمناعته مش قوية أو صغير بتعيده من الأطفال أساسا يعني من الأحفاد طيب دكتور خانينا أتكلم عن موضوع تاني هو قولون العصبي اللي بالنسبة لناس كتيرة قوي فاصل السف كابوس يعملوا إيه شوف يعني زي ما تقولت قولون العصبي يعني هو حاجة بيسموها يعني يعني حاجة مخ فيه إشارات عصبية متبدلة بين الاتنين لو واحد هادي لو واحد عارف يأكل إيه لو واحد تنظيم حتى يعني شوف ابتداء من إعداد الطعام اختيار الطعام طريقة المدغي المدغي نفسه للنحية السايلوكولوجية السايلوكولوجية وليس في حد بيومدغ لأكل في كتير رتن الحياة فعلة من الزبط انسحب على كل حاجة في حياتي يعني رتن الحياة بينا بنامج كل حاجة اللاكلة سبحانه لازم احترم اللاكلة ما فيهش ان انا اكل وانا واقف بسرعة انا عندي معادة بخامة ازاي ووجبة الغداء جاهزة اروح على طول واشب شاي واشب القهوة بتاعتي وكله على الواقف وتنشن وعصبية نعمل ايه دكتر قلنا يعني يمكن نسينا ما نعرفش قلنا ايه اللي مفروض يحصل تشوف يعني بص حضرتك يعني واحد يعني احنا كلانا بزاي بعض وجهاز الهضمي كلانا بزاي بعض وواحد عنده يعني احنا يعني عشان بنقول ان المعدة بتفرغ الاكل يعني حوالي ساعتين فيه ناس عندهم تفريغ الاكل من المعدة بيعد فترة اطول فيه الناس زي مرض السكري الناس عندهم اختلال في الكلة الحاجات دي كلها بيعد الاكل في المعدة فترة ايه اطول هنا كل واحد بنعمله التنظيم بتاعه يعني طريقة المدغة بالك دي اساسية جدا يعني لازم اخلي الجهاز الهضمي تعرف حضرتك اكتر من 9 لتر يومين عبارة عن انزيمات انزيمات هاضمة بتفرط جهاز الهضمي مجرد انا شوف الاكل تبدأ الانزيمات والحاجات المساعدة للمساعدة الهضمي تبدأ تشتغل ان انا استطعم الاكل ده مهم جدا جدا مش زي نحن نقول ناكل عطول لا استطعم الاكل وكان ده بجهز كل المجرى للطعام سواء المساعدة الهضمي الجيد جدا في الامع ثم الامتصاص والاستفادة منه نبعد عن الحاجات الايه بنقول الحاجات ايه بلق كمية كبيرة في فترة قليلة دي رقم واحد لقينا فيه حاجات بيتأثر يعني فيه يعني هلقينا بعض الشعوب بتتحمل مثلا الحاجات اللي هي سميسي والشطة والحاجات ده كلها لك فيه ناس حساسين جدا يعني لو فيه حاجة بسيطة بتعمل تهيج شديد قوي مسألة الكفايين وقطرها وكلام ده كله برضو بتقدي لزيادة حركية بشكل غير طبيعي العصبية الزايدة بتزود برضو الحركية الكفايين بيعمل ايه معلش؟ نعم الكفايين بيعمل ايه؟ بيزود الحركية بشكل كبير قوي بيزود الحركية يعني بتخلي الاضطرابات موجودة بشكل كبير قوي قوي فانا عندي زي ما انت عارف ابنول في كل امور فيه جهاز سمبتاوي وفيه جهاز ببرة سمبتاوي فيه مفروض تعادلية بين ايه؟ بين جهازين السمبتاوي اللي هو بيخليك عصبية وبيخليه الفعال وموجودة الخطر وكلام ده برة سمبتاوي اللي هو بيخليه واحد قلب فلازم يكون فيه توازن لا ده زيد قوي ده يأثر على القولون يا فن يأثر طبعا يأثر في الحركية بيأثر فيه إفرازات الجهاز الهضمي بشكل كبير طب هل كل واحد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي أو القولون العصبي ده نتيجة فيروس ماوي؟ لا لا طبعا دي حاجة لا لا طبعا 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 لان فيه لو لقينا فيه سبب عضوي سواء الفيروسات أو البكتيريا أو الطفاليات أو الحاجات دي دي كاتوجري دي حاجة تانية خالص وفيه حاجة ما بلايش سبب يعني بنعمله التحليق يعني خلينا عفوا فيه حاجات اسمها العلامات المنزرة مش أي واحد يعني واحد كبير في السن مثلا وبدأ يخس فيه الحمام بتاعه مش مظبوط وإسهالات أكتر من أسبوعين وفيه ألم متكررة أو الحاجات دي أو فيه دم في البرز أقول لتقولون عصبي ما ينفعش لو واحد فيه تاريخ أسري لكانصر في القولون وكلام ده وجات له أعراض لا ما ينفعش لازم أخد كل حاجة بحرص واجب لازم ألغي الأسباب الأضوية من الأسباب لقولون العصبي مش عايز يعني أقول سوري يعني أن أي حاجة نقول دي شمع والأسف بتقابلنا حتى في إعادتنا كتير جدا بيجونا في مراحل الأسف شديد متأخرة والنتيجة بيحصل فيه أنواع معينة حتى اضطرابات اللي احنا بسميها التهاب القولوني يعني سواء بقى كورونز أو التهاب القولون تقرحي الحاجات دي كلها دي لازم تدخل فيها لأن فيه نسبة منهم بالقدر لو سبناها بإهمال ممكن تؤدي لمضاعفات بعد كده هل الارتجاع ليه علاقة بالكبد؟ يعني هل المرضى اللي عندهم الارتجاع؟ ارتجاع الحمض يعني؟ بالضبط هل ده بيكون مسبب ليه الكبد؟ بصي ارتجاع الحمض دي يعني أسبابه كثيرة جدا جدا ولكن ليس يعني كعلاقة مباشرة بالنسبة ليه سواء التبات الكبدية أو الكبد الدهني أو الحاجات دي غالبا بنلاقي أسباب موضعية يعني تعرف حضرتك المريء مع المعدة فيه زي صمام أو يعني زي سيكس بالف كده بتنزل لك بتجواحي مفروض تمنع الارتجاع ده احنا بنا بين الوجبات مفروض الصمام ده يكون مخلق يعني مع بعض الناس بمفتوح شوية أسباب فتح أسباب كتير قوي عدم انتظام حركية ممكن يكون فيه فتح في الحجاب الحاجز ممكن زيادة الحمضية النفسها بتبقى كتير قوي بتحصل نوبات الارتجاع بشكل احنا كلنا بيحصل نوبات الارتجاع بس غير محسوسة حتى في فترة ليل لكن لو زادت النوبات بتشاكل معينة بتأثير معين ممكن تقدي لدرجات الالتهابات نهاية المريء وعنا عندنا الالتهابات نهاية المريء يعني أرجو من السادة مشادين يخلي بنا يعني لو أنا عملته منظار والدكتور قال انت عندك الالتهاب في نهاية المريء الدرجة عندنا أربع درجات A B C D لو بي خلي بال اعمل برضو متابعة له لعني بنخاف من حاجة اسمها بارت اللي هي بتأثير درجة متقدمة في نهاية المريء التهابات قد تؤدي المضعفات احنا مش عايزنا فهنا يعني حضرتك احنا دايما بنقول ايه كل واحد له التفصيلة بتاعته التفصيلة بتاعته اسواء تنظيم الاكل اسواء حتى الفحوص اللي هم نطلبها لما نيجي نقول لواحد اعمل للمنظار ما يخافش يعني اقول له اعمل للمنظار بلاقي خوف يا سمحان بشكل عجيب او حتى اقول للمنظار قولوني طب لا معلش تسيبني يعني بيلاقي حاجات لقدر له علامات معينة بنتوقع ان فيه لقدر له كنسر ويرفضه الرفض النهاية طب ازاي حنقدر نعالي ده لازم نعمل منظار ناخد عينة ولاخد فلازم الامور بتبقى ايه بتبقى لازم الوعي الصحي لازم تزوده لأفراد المجتمع يعني ارجوكم مع طبيب مختص النصائح الطبيب لازم تنفذ سواء حتى بتنظيم الاكل الجهاز المناع بقى عموما دازم بقى كويس الاحتياطات الوجبة حتى بالنسبة للسن بفروض نخلي بالنهاية طيب له نتكلم عن الجراثيم اللي بتصيب الامعاء طبعا ما فيش شك انه جرثومة المعدة لما بتيجي لحد يعني بتهده زي ما بنقول كده وفجأة شكله بيتغير وبيخس وحالته صحيبته اصعبة اوي اعتقد انها بتاخد فترة في العلاج ولو مالتزمش بالعلاج لفترة زمنية محددة نرجع نعيد الموضوع من اوله او تفضل الجرثومة موجودة زي ما هي دي عايز على حلقة لوحدها يعني ده موضوع مهمة اوي جرثومة من العلاج يعني عايز بس اقدم ايجازي دي جدا اوي الميكروب الحلزوني ده يعني ميكروب عصوي ملتوي شوية الميكروب ده منتشر اصبح محمد يعني 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 عايزين نقول في الدول المتقدمة يعني حوالي خمسين في المية دول النمية قد تسد لتسعين في المية واخبار الحضرات مش معنا موجود الميكروب الحلزوني او الاكسام مضادة في الدم ان انا اعالج هذا الشخص ولكن لو لقيت بعض سلالات منه اللي بيسموه فيروند الفيروند ده اللي هو ايه شرس لا ابدأ اعالجه واخبار الحضرات ومع وجود العراض فهنا بعرفه بكذا حاجة يئم عن طريق تحليل الانتجين في البراز ده مهم او تحليل النفس او نعم بعمل منظر باخد عينة او فيه تحليل معين بيسموه كاجوفاك ده تحليل معين بالنسبة للدم بيقول لي ان هذا الميكروب الحلزوني شرس فابدأ ايه علاجه يعني وخلي اقول ان لو الدكتور قال اعالج فلازم يكون دكتور مختص احنا بنقابلنا كتير جدا حاجة اسمها مقاومة الميكروبات يا أستاذ بسانت العالم كله داخل على مقاومة الميكروبات يعني استخدام السيء والعشوائي للمضادات الحيوية ده بيد المقاومة الميكروبات حتى احنا لقين عشان كده لو تلاقي في بعض الامراض زي الدرن في بعض الادوية ممنوع استخدام الا للدرن لان تفهمني ازاي فبضاء برضه مش عايز اي حد جاري يقول لي خد علاج ده للمقاومات الحالزونية لا ما يفعلش لكن الموضوع مالوش علاقة بالصيف طيب وارتفاع درجة الحرارة هو يعني لحد ما ممكن يعني بيزيد شوية لكن ممكن ازيادة حتى داخل القصرة يعني زوج مع زوجته الحاجات دي كلها فلازم برضه نخلي يعني بنا من حكا وخلي فيه عادة كده يعني بيلاقي حتى في اهالينا في الريف او حاجات دي الاطفال الصغيرة بيلحسوهم يومي الامة تدوا بالحاجة بقاها وتديها للطفل دي ممنوعة ممنوعة نهيا اهو بتحصل 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 وهو بيلحسوه فعنا عايزين فيه بعض نخلي بنا بالحاجات الصغيرة يعني لازل كنا عارفة المجتمع ايه والعداد السيء ايه ونبدأ ان نتقومها يعني دكتور محمد احنا بنشكرك على رجوعاتك معانا وعلى المعلومات دي يعني اعتقد ان انا وشازلي كل واحد فينا عنده سؤال كده كان حضرتك جاوبتنا عليه واكيد احنا منكملين كلام عن الموضوع ده في خلال فصل الصيف اكيد حالك هتبقى بنوارنا اكتر من مرة كل شكر لك دكتور محمد عز العرب واستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد نورتنا شكرا جزيلا لاحفوه لاحفوه شكرا